الأمن القومي الأردني يثير كثيرا من الجدل داخل مجلس النواب فبينما اتهم البعض الحكومة بالعبث بالدستور دافع المؤيدون عن التعديلات الدستورية معتبرين أن إنشاء مجلس أمن قومي مهم لمواكبة التطورات الراهنة في البلاد الحكومة لم تكتفي بالعبث بكل شيء والآن تعبث بالدستور هذا العبث ليس فصلا بين السلطات هذا خلط واضح هذا تجاوز على أركان الحكم الواردة في الدستور التعديلات الدستورية التي تمت اليوم هي جزء من مشروع سياسي متكامل قدمته الدولة لا تحت الضغط وإلا ما بفعل الأزمات الكبيرة التي حدثت في الأون الأخيرة منها أزمة نعور وأزمة الفتنة هناك تشكك من الدولة التقليدية التي قدمت المشروع بقدرة الحزب على إدارة هذه الملفات في المرحلة الأولى لذلك أخذت هذه الصلاحيات مجلس الأمن القومي المزمع إنشاؤه سيتألف من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزيري الخارجية والداخلية إضافة لقائد الجيش ومدير المخابرات وسيعقد بأمر من العاهل الأردنية الحكومة بررت هذه الخطوة بهدف النئي بالمؤسسات الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية تحت قبة البرلماني في حال الوصول لحكومات برلمانية حالة من حالات الانسداد المتعلقة بهذه المسائل عندها يجتمع هذا المجلس في حالة الضرورة ويتصرف وفقا لهذه المقتضيات ضمانا لاستمرار هذه التجربة الحزبية والاستقرارها ولتثبيتها وحماية لمصالح كل الأطراف المختلفة ثلاثون مادة في الدستور الأردني عدلت خلال الأسبوع الماضي ركزت على حماية الأحزاب من التدخلات الأمنية وتنمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأخرى تتعلق بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة هذه التعديلات ستحول وفق الدستور إلى مجلس الأعين للتصويت عليها قبل إرسالها إلى ملك الأردن للمصادقة النهائية بعد أيام من النقاش والتصويت تحت قبة البرلمان الأردني طويت صفحة التعديلات الدستورية والتي تؤسس لمرحلة سياسية وحزبية جديدة قبيل البدء بمناقشة قانوني الأحزاب والانتخاب في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة حيدر العبدالي الحرة عمان